موقف وليد بايك جنبلات هذا الموقف اللافت وكأنه حامل العصاي من النصف يدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكما كان بناحية أخرى عم يتمنى من السيد حسن نصر الله أنه عدم جر لبنان إلى هذه الحرب أراد حماية المصلحة طايم الفلسطينية واللبنانية الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية يعود إلى بداية هذه القضية هو موقف المعلم الشهيد كمال جنبلات كان وليد بايك السباق في إطلاق المواقف الحاضنة الدائمة لهذه العملية هذه العملية حصلت على أرض فلسطين ليس أمرا عاديا أو قليلا خلال ساعات سقوط إسرائيلية تستنفر أمريكا وتأتي بحاملات طائراتها وقواتها محاولة حماية لبنان بمعنى الإسرائيل سيحاول استدراج الحزب قدر الإمكان محاولة عدم استدراجنا إلى ما يريده الآخر